اذا اهلا وسهلا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي اينما كنتم مرحبا بكم من خلال البت المباشر هنا من مدينة فاس فاجعة كبرى للأسف الشديد طفل فعمرو 13 سنة مشايعهم هو والاصديقة ديالو فواد هنا قريب على المنطقة ديال السهب الورد متابعينا ومشاهدينا الكرام فاذا به غراق للأسف الشديد هناك في نهر السهبو في المنطقة ديال القناطر كيعطولها المنطقة ديال القناطر للأسف الشديد احنا في الدار ديال العزاء بطبيعة الحال جينا باش نقدموا العزاء ديالنا للطفل والعائلة ديالو بطبيعة الحال كانت تصدفوا الان الخال ديالو غادي حكينا تفاصيل هاد الفاجعة اللي روعت المدينة ديال فاس فتعازين الحرى الأسرة ديالو العائلة ديالو والله يلهمهم الصبر والسلوان سيدي الله يرحم الوليد ويصبركم فاجعة كبرى اللي يعني رأي العام الهنا في مدينة ديال فاس كله تروع وكله بقى فيه ليد 13 سنة مشاكي عمسكين باشي القرارة لانه مش ضحية فحكينا التفاصيل ديال هاد الفاجعة المروعة كيف شو قالوا؟ وكريحنا برأسنا ما تقيقناش الصبر� بال chapters الفاجعة قالوا انه تلكينا الخبار قبل المغرب قالونا يش دلالي اللي كانوا عبطوا معاه فهد شي البارح لكنهiensо قاله اللي بارح بالليل قبل المغرب دلالي اللي كانوا معاه وصلوا الخبار لوالدة ديالو الوالدة ديالو تتتكبر الشيهادك تتتكبر الشاي بالنيرة والغرق هذا طبعا. من دازلنا تريفون حناية اهبطنات حناية لك البلاسة هذه. عيطنا الدارك المالكي قالوا لنا يسبقونا احنا نجي ولم يمتأخروا علينا وماشي ساعة لمقانات قريبا كل ساعة ونصف. على ما جوا وعاو تاني جواوا الواقية المدنية. للاسف قلنا ما ما يمكناش ندخلوا دابا حناية في الليل. تلص الصباح. قلنا لهم لا ما يمكنش احنا وثنين رجعوا بلا ولده رجعوا يدينا خوين. ما يمكنش. سنة ضرورة. قريبينش العشرة العشرة ديال الليل. قلنا لهم لا ما يمكنش. عليش هندي رجعوا ويدينا خوين. كانتش نقول للممو. نعم. هنقول للمموش احنا طلع اهابتنا. ما لقينا لك شو ولدك. قل لك الله اخسك. وهاتش ما منوع لنا ندخلو احنا في الليل. والصباح هذي احنا الله معاشي السبعة السباح. نطلقوا لالشي السدية السباح. قلنا ديروا المجهود ديالكم. طروا تدخلوا واحد دلالي. اولاد الحومة. لكي عوموا مزيان. دخلوا وقلبوا. وصافي قطع قلوا. قلوا. قلوا ملقيناش. طلعنا احسابي. طررنا بش نطلعوا بحل تقريب انشتناش ديال. نعم. واخا اسم ديالك اخويا. اسم ديالي ساعد مسعودة. هو الخال ديال الطفل الشهيد توفيه وشاهد. اراه في جنة الله يرزق العائلة دياله الصبر والسلوى. المتابعين ومشاهدين الكرام. التفاصيل ديال هذ القضية مروعة للأسف شديد. كمات وفاة. طيفل شنو كان سميته. امين. 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 كيف ما توفى امين. فما بغناش اطفال ديال المغرب يكونوا ضحايا ديال ديال الغرق في الويديان. ركت عرفوا الصعوبة ديال المخاطر ديال ديال العمان في الويديان. فصعب بزاف متابعين ومشاهدين كيفاش مشى حكينة تفاصيل بالضبط هو والناس دراري الاتيقة اللي مشى معاهم من هنا من الحومة. كيفاش. انا كتقول لماما جاء واحد من الولدك عائطه ما شافته شي ايا. جاء واحد لك ببزياله وقال لنا جاي. معايش مشاهد تقريبا معايش? تقريبا مع شي تلع ساقك. بسادي اللاشية. كي جاء من المنظرسة خرج مجلس. مكان موليف كيمشي ولا اولا؟ لا ما عمره ما كيمشي جاء ما كيمشي لا يوجد شي بلاسه بما يقولها لاش اصلا كي خرج كي دبان هنا ايافا مع واحد مودد يسير فمسي قلت له فين غادي حيتي قبوة ديالك وغادي قال له انا راجع يا ذاك صافي بشاد ما اقول لاش للأسف احنا كن كرجع جوتا نعم نعم ما يصبركم اخويا والحالة اللي كنشوفه في ذاك الغارق ديال الواد والودرة مؤخرا نداز وحد الفيضان على ازدحرازم وواصل ذاك الحالة هذيك extend SAY اللي يصبركم اخويا يصبركم يصبركم دبا نشوفو الوالدة ديالو والاب ديالو كذلك نشوفو الخالة ديالو أه تفضلي مع اختي غير كال إم خالة ديالو اه when ever you keep in مهي صافي ربزين دا رامزيان دفع اذا عادت اه كنا اعتذروا الظروف التغطية متابعين ومشاهدين الكرام وخال اللذي دي حكي لنا التفاصيل حت امين ما كيعرفش يعوم ما كيمشي لالتشي بلاسة ما كيمشي لالحت كنكون احنا غادي الاستدي حرازة مولا هذي ما كيبغيش يمشي حت ما كيعرفش يعوم حتسافي ما عندوش ما كيعرفش يعوم ما كيعرف لا يقاوم لا تشي عاجب اشي عوم ولا يبشي الوادو وكيقراج لهم عجوز جيان نهار في القراية قل لها امينا غادي حسكي ديباني رك عارف الحالة ضعيفة انتما كتشوفوا انتما دخلتوا عند هالدار دياله وانتما شو البيت فين عايشة هي مشي شي حالة للناس اللي بس عليهم ولا شي اجلا نقول لك انتما شو الحالة دياله انتما كيفش لقيتوا هذا الخبر خبر موروح صراحة الله فاجعة كبرى احنا جي ميجينا هنا لقنا الناس وعبد الله ودكرنا الالوفات ديال عبد الله للناس اللي يجول هنا احنا برسنا ما تقبلناش هذا الموضوع قابا ما جاتناش اصلا الفكرة بانه عامينا يغرق في الواد حيث ما كيمشيش كيمشي للمدراسة كيقراء وجاء كيديباني معاه كيديباني معاه كيديباني مع اوحد سيد هنا كيجيب الوالدي ديال اكترا يفضل خفزة هوا زايدة اللي دي سير كيعطاه رأيته نانية لكم بعد ذلك اصبركم اللي يصبركم الله يصبركم اللي يصبركم ال SUS sity الرحمن الرحيم المرحبه لحظة الحرام في رسالة رحيك المرحبه أنت ترجمها المرحبه ويأتي مرحبه حدث ويجبه كان يخرجني ويقلسني في ليساق ويقول لي بواسدين أراني ونحن ندخل ونجي ويشدني معدي ويدخلني للدرجة وكان مرضي عن قولي لا أقول لي تصور شيء أحد أنه فيه هو عطل وكان يمشينا ندور معك ويقول لي بواسدين أرين أنت دور معك كان يقول للأولدي قد إيجاد البارك غير شيء غير شيء عجي الله يردى عليها الله يرحمه كيف يجب أن يكون فيها؟ يجب أن يكون فيها يجب أن يكون فيها يجب أن يكون فيها عندي عز من ولد عمو وعند أباها عندي عز من ذلك يجب أن يكون فيها وعمر شي واحد وقال لي أن نضربك كان ديما هدرسوا القيفة وحلوة ديما وإن الله أباك نحمد اختجروا الله أباك نحمد الله يرحمه يرحمه ياربي 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 أخر مرة أفتهاء ملحاج أخر مرة أفتهاء مين؟ لا أفتهاء من شهر 8 من تمامسيكين شهر 8 وقالت عندها وقالت في العربية وقالت إلى هنا وقالت إلى هنا وقالت إلى هنا وقالت في البلد والله العادي على دفع وقالت على دفع أرى أن أنت يشاركي أخرج يلعب شوية ويدور شوية سأكل شيء الله ملك عم ملك عم مكتب ينشوف الله يفجع للجميع الله يرحم لكم الوالي نتألم متابعينا الكرام اذا كنا نتقدر القطاعات الخارج على ايرادة دينا الضعف الشبكة دي التقطية متابعينا ومشاهدنا الكرام فهنا يرغب شخص ومشاهدنا الكرام ومشاهدنا الكرام ملتا عمينا ملتا عمينا وتعطينا غير محقا نبدأ بمجرد الخارج أتحدثت معنا الخارج الأولى والآن الخارج الثانية كيف تلقيكم الخبر الفاجعة الغرق هذا الخبر جاءنا لم نكن نصورين ولم نصدقنا احنا كاملين. اصلا احنا تصدمنا. منيجي اني طلعت انا طلعت عندي اختي غيها. غي طالعة. كنلقى اختي طايحة في الزنقة. وكتغوز. كنقول لها ماركي. كنقول لي ولي مشالي. كنقول لي في الواد. يعني البارح كانت حالة ديالة. وكتطح بالزنقة. وانت كتشوفوا الحالة ديالة يعني كارية غياد البيت. يعني ما الحالة ديالة مضمرة هو كي يحط. كي يجيب للمدرسة كي حدك شكارة وكي وشي كي يبشي بيعشري مرة. يعني الحالة ديالة وش عم يقول لك لحوله ولا كفراصكم. الله عدم الاهجر ولا يصبركم. لا يصبركم ما سهلاش. ما سهلاش. باش لان تفقد يعني ولدك اللي الكبدة ديالك. فالله يصبركم. متابعينا ومشاهدين الكرام. صراحة احنا في دار العزو. متابعينا ومشاهدين الكرام. آآ كن نراعي وضروف ديل هاد الناس. وانا ربي اللي شاهدي لطعني في قلبيت انا بقى في ايدي عندي ولدي مايج. مش ولدي غراق. آآ صراحة آآ كن قدروا الظروف ديل هاد العائلة الله يصبرهم. آآ نتمنى على ان يوقفوا مع هاد الناس. هاد الناس هادور هم مجروحين. مجروحين آآ المكان اللي يعيشين فيه همام ناس يعني مع مع ايلة بسيطة جدا. نتمنى على ان يكون كما تتحرقوا في في الكبدة ديالهم ما نخليهمش يبقوا محروقين في حياتهم. فالله يجازيكم بخير مسؤولين نداء من خلال قناة الشعب. شوف تيفيل هاد العائلة غادي نتحدثوا مع الاب ديالو مع الام ديالو وغا نقوم مغطين معاهم هاد المصاب الجلل اللي اصابهم. فانتمنى على ان يكون تفاتل هاد العائلة هادي. آآ الله يعدم الاجراتي دي. الله يصبركم. الله يصبركم اخويا. الله يعدم الاجر. متابعين ومشاهدين الكرام. دونتم في امان الله. الى موعد اللحق بحول الله. شكرا. اشتركوا في القناة